ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين خلال لهذا الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على دعم الجهود التي يقوم بها الجهاز بهدف زيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر وريادة الأعمال ودمج هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات بهدف تعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصري هذا وقد تم خلال الاجتماع عرض تقرير تناول جهود الجهاز خلال الفترة الماضية حيث قدم الجهاز الخدمات المالية لنحو 222 ألف مشروع بتمويل بلغ 6.8 مليار جنيه ساهمت في توفير 370 ألف فرصة عمل كما تم تدريب 8200 متدرب ومتدربة في مجال ريادة الأعمال ترجمة نانسي قنقر